السلام عليكم اخواتي مرحبا بكم في قناة مطبخ ام فاطمة تمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو عنها اليوم اليوم جبت لكم حلوة خفيفة بنينة وجديدة يعني موديل جديد انا عندي طالبية حلوة درت لكم هادي بغيت نشاركها معاكم الي هي حلوة القلوب بوجهين حلوة خفيفة وشابة نتمنى ان شاء الله تعجبكم تجربوها وتردو لي بالخبر كنتوا طلبتوا مني وصفات في الفيسبوك وصلتني نحضر لكم وصفات والحلويات بالسمن اهنا يطقت خدمي بالسمن وحده كما يطقت ديري مارغارين واسمن انا هنا ما وقت نديرها بالسمن درتها بالمارغارين خالط يعني مارغارين واسمن والسمن دايما نقول لكم اختاروا السمن اللي يكون بدون ماداق انا هادا اللي تعطى هنا الحمراء جربته وعجبني ننصحكم به هنا ادي 125 جرام مارغارين طرية قرصة تعل الملح عندي فانيليا عندي كاس عفوان 3 ارباح كاس تعل ماي زينا عندي زوجو مغارف كبار تأكل تعل سلسة الكراميل ولا كخيم كراميل تعتوفيا تعطينا ماداق عندي بيضة مخفوقة انا هنا نستعمل زوجو مخافقتهم ثم اديروا بيضة عننا كاس ميكوش مع مرتع السكر ناعم نسف علبة تخاميرة كيميائية و 125 جرام تاع سمن يكون الطري كما قلت لكم بدون ماداق هادا تعطى الحمراء روعة خاصة للناس اللي بغيت تخدم على روحها ولا تخدم المشاريع خدموا به اللي بنات يعطيكم نتيجة مرضية هنا نستعمل ما قلت لكم شعدنا باتاغوم غادي نديروها في العجينة الباتاغوم هادا هو للناس اللي ما تعرفاش يجي عضل تح كراميل ولكن يجي تقيل نروح لطريقة التحضير هنا مباشرة نضيف يعني 125 جرام تاع السمن انا غادي ندير بالتقريب يعني عيني ميزاني لكن انتو ما تقيدوا بالميزان اذا كان عندكم ندير 125 جرام هنا لازم يكون السمن بحرارة الغرفة هو المارغارين لانه كما تعرفوا لازم نلقاطوك هنا نخدمو تكون يعني طاقة تخدميهم إلا كانوا جامدين ما تطاقش تدخلي المقادير مع بعضياتها هنا غادي نضيف السكر الناعم كاس مايكوش معمر نديرو بعين الاعتبار انا دارين توفيا في العجينة حلوة ندي تقريبا نص كاس تاع السكر ناعم ندير الفانيليا ضقي تستغناء للفانيليا ما تديريهاش لانو نديرين الكاراميل ولا بغتي تديريها ديريها انا نفضل الحلويات ندير فيهم الفانيليا لانو انا من عشاق الفانيليا نضيف مغرف صغيرة تاع باتاغوم تاع الكاراميل للناس اللي تتسقسي على هذا الباتاغوم باتاغوم هذا يتباع حوالي كل واحد كيفاش يبيعها كالي بيعها عشر الاف كالي بيعها دوز ميل هنا نضيف توفيا كاراميل يعني صراحة توفيا هدي عجبتني انا لانو علا ما مديريها حشوة للقاطو تعطيك نتيجة يعني تقيل القاوة متاحا تقيل ندير حوالي زوج مغرف تعمكلة معمرين نضيف بيضة مخفوقة هنا الحبات على البيض ليني دارتها يعني حبة كبيرة تعود لي زوج حبات على ذاك في المقادير كنت لكم زوج حبات حبة كبيرة يعني تعزوج محاح هنا نضيف الماي زينا هنا تبغي تخدمي بالخلاط الكهربائي ولا البيترا ولا تديري كل المقادير مع بعض تبغي تخدمي مباشرة كما اني نخدم انا انا الصراحة هادي هي طريقتي اللي نعتمدها في الحلوية خاصة انك تكون عندي كومونت عقاط ومقلقين فيها نخدم بهذا الطريقة غادي نخدم كامل هادي المقادير معا بعدها نتحصل على مرهم نخدم ممليح ديك المارغارين مع السمن يعني نتحصل على كريمة خفيفة هنا غادي تحصل على لونة العجينة غادي يكون بني تقريبا راجع للطوفيا وراجع للباتاغوم تاع الكراميل نخدم ممليح المقادير كما رانا نشوفو والان نبدأ نضيف في الفارينة بالتدريج دايما الأخوات بلك المبتدئات رهم معانا وللتحقوا بنا جدد نقولكم دايما الحلوية تنجح لكم ما لازمش تدلقوا العجينة وما لازمش كذلك تيبسوها والفارينة ما تديروش دفعة واحدة نديرو بالتدريج والعجينة تاكم كما كنت تشوفو نخدموها غادي بأصابع التوعنا قد ملموا العجينة تاعنا فقط نديروش ندكو فيها بالتعليل حلوة تاعك ما تجيك شما ممكن دخلها طيب غادي الشكل التحاي صغار هنا نلمية العجينة تاعي العجينة شوفو لاذ حصلت عليها عجينة طرية سهلة الاستخدام تجنيها ديك هي مع الفارينة اللي غادي رشها على سطح العمل غادي نخلي العجينة تاعي تريح في التلاجة مدة 10 دقائق هنا بعد ما ريحت لي العجينة في التلاجة مدة 10 دقائق نرش الفارينة على سطح العمل ونحل العجينة تاعي بسمك يكون متوسط لا تكون شرقيقة حتى يدخلوها الطيب تنحرق لنا وما تكون شخشينا يتجينا مشي شابه يجينا الشكل تعلقات وتعنا مشي شباب السمك متوسط انا لديت طابع تعلق قلب يعني مدرس ولا فيه المسنن انتو ما تبغو تديرو اي طابع يبقا لكم الاختيار لكن بالشكل تعلق قلب تجي شابه هنا بالنسبة للفرن الفرن اني شعلته على 180 درجة دايما نقول لكم الفرن ما لازمش يكون عندك فرن غالي حتى الطيب يلقاته فقط تبعي قط الفرن التاعك والقاطو التاعك ما تغافليش عليه هنا غادي نطبع كما كم تشوفوا نحط الحلوة التاعي الى صينية مرش وشاب الفارينة وندخلها الطيب تدير اللون الذهبي الفاتح ما نخلوها اشتحمر نخرجها نخليها تبرد تماما بعد نعودو نتلاقعو هنا هدا هو الشكل تعلقاتو التاعنا بعد ما طاب كما كم تشوفوا تدير اللون الذهبي الفاتح غادي نلسق حبه مع حبه بطوفيا كراميل ومن جيهة اخرى دوبة الشيكولة البيضاء وراني دير الشوكولاتة استوداء كذلك الدوب والشوكولاتة بالحالي هنا انا درت طوفيا كراميل بما انه ندير في العجينة الكراميل ممكن تديرو كريمة الزبدة بذوق الكراميل ممكن تطلعي كرام شانتيه بالتوفيا وتلسقي بها لكن تطلعيها بالماء و للتلسيق عفواني التلسيق يبقى لكم الاختيار كل واحدة شي عندها ممكن تديري غير معجون ممكن تديري لاجولي يعني على حسب المتوفر عندك في الدار وانا هنا الطلبية هادي ملاتا قد تديريها لي بالكراميل عذا قدرت لها بالكراميل انا غادي نكمل لسا قلقاتو التاعي بعد نعودو نتلقى ونشوفو طريقة التزيين هنا الشوكولاتة التاعي كما كنت شفو دوبتها بدون اي اضافات دايما انا نخدم شوكولاتة الوجدان لانه ما داقاش باب وتعطيني نتيجة مرضية في الحلويات هنا ندي الحبات على قلقاتو التاعي ندير النصف التحى نطليه بالشوكولاتة البيضاء هنا استمحولي انا نبغي نخدم بيده يدي هي اللي تخدم لا نبغيش نخدم بالمغرف هنا كثير من الناس ما تبغيش هاد الامر لكن اللي تكون تخدم الحلويات تعرف هاد الهدرة المهم ندرت النصف نديلها شوكولاتة بيضاء ونخليها تنشف تماما وبعد نتلقى هنا بعد ما نشفتلي الشوكولاتة البيضاء يعني الجيهة اللي كنت تنشفلي تماما نجيب الشوكولاتة السوداء ولا الشوكولاتة بالحليب كذلك تذوب الوجدان ونغطي النصف الثاني نغطيه بالشوكولاتة ونخليها تنشف كما راكم تشوفوا هنا تأكدي أو حاولي انكي مطاشيش هذيك الجيهة البيضة بهالشكل تعلقاتو في النهاية يجيك شباب نحطها على الشباك ولا نحطها على ونخليها تنشف يعني راها الجو بارد غتي تنشف لك بالخاف الشيكولة يعني ما تشدكش هنا فقط حاولي انكي تكوني صابورة وتديريها بشكل شباب وتقلعي هذيك الفائد تاع الشيكولة سنخليها تنشف ونوريها لكم جاهزا ان شاء الله في سحن التقديم القاطو التعناكي ما راكم تشوفوا را هو جاهز هذا هو الشكلة النهائي تاعه هنا بعد ما نشفت لي هذيك الشوكولاتة البيضاء والسوداء نشفو تماما يعني ما تديريكش وقت اديت الناكخي الفضي ولا الناكخي الابيض ومسحت كامل الوجه تاع الحلوى بهذا الشكل كما كم تشوفو تجي تلمع وتجي روعة نتمنى ان شاء الله الوصفة تعانها اليوم تكون عجبتكم وتكون نالة ريضاكم هنا هذي الكمية اللي تقتلكم تاع المقادير تعطيكم حوالي كيلو وورطة لتعقعتو وهنا قسمتكم حبابة تشوفو الحلوى كيفاش جات من الداخل ما بقالي را نقولكم اخواتي ما تنسوش لعجبكم الفيديو تعانها اليوم تخلو لي جام تخلو لي ان كومنتر باتشدعوني وتبخت عجيب الفيديو راهي جامدة من قسمت ليش بالخدمي هذه هي نقولكم ما تنسوش الدعم والقناة والى الملتقى ان شاء الله